دعنا نبدأ معك كابتن سامر من مباراة منتخبنا الأولمبي ضد قوام كان توز بطعم الخسارة تقريبا لا أحد راضي عن الأداء رغم الخمسة الأهداف التي أحرزناها البعض يقول أن أنانية أحمد ماهر هي من حرمت المنتخب من الخروج بعدد كبير من الأهداف ما رأيك أنت؟ أم أن هناك أسباب أخرى من وجهة نظرك؟ بالنسبة لمباراة قوام كما يعلم الكل أن هذه هي آخر مباراة في المجموعة نعم وإحنا دخلنا المباراة مطالبين بتزقيل أكبر عدد من الأهداف صحيح أيضا ننتظر النتائج الأخرى فهذا الأمر كله سبب نوع من نوعا ما التشتيت الذهني عند بعض اللاعبين يعني سبب ارتباك سبب استعقال نعم أمام المرمى بالنسبة لي أنا أو كواقهة نظر لا نحمل لأي لاعب هذه لضيع الفرص أو مثل ما تكرمت أن أنانية أحمد ماهر بالعكس هي ليست بالأنانية هو كان عدم توفيق اللاعب أصاب أكثر من مرة القايم والعارضة أضع أكثر من فرصة قريبة كانت أكثر من مرة تصدى لحارس المرمى وأيضا من كرات مرت من جانب القايم هي ليست بما تحمل أن أحمل اللاعب كامل مسؤولية أو شيء لا بالعكس قد أنا أرجح هذا إلى نوعا ما الجانب الذهني في هذه المباراة بسبب الضغوطات التي على اللاعبين بتحقيق أكبر نتيجة من الهداف هي التي أدت إلى ضيع كثير من الفرص باعتقاد الشخصي